تبذلها الجزائر من أجل حل حالة الأزمة الليبية حلا سلميا سياسيا بعيدا عن التدخل العسكري في ليبيا الشقيقة إذن مشاهدين الكرام في هذه اللحظات تتابعون وصول وزير الخارجية المصري سامح شكري في زيارة إلى الجزائر طبعا هذه الزيارة التي تأتي بعدها زيارة التي قام بها رئيس الحكومة حكومة الوفاق الوطني الليبية فايزة سراج وبعده رئيس أو وزير الخارجية التركي مولود جويش أغلو واليوم أيضا الجزائر تحتضن وزير الخارجية الإيطالي في هذه الزيارة وتبعنا ندوة صحفية التي جمعته بوزير الخارجية صبري بقدوم الآن يصل إلى الجزائر طرف آخر من الأطراف المعنية بالقضية الليبية والملف الليبي وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يأتي حسب الأنباء مرفوقا برسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لنظيره الجزائري إذن كما تابعتم مشاهدين الكرام وتتابعون هذه الصور للحظة وصول وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي الأكيد سيلتقي وزير الخارجية الجزائري صبري بقدوم على أن يكون له لقاء برئيس الجمهورية عبد المجيد بون الذي كان قد استقبل صباحا اليوم وزير الخارجية الإيطالي الويجي دي ماريو إذن مشاهدين الكرام الجزائر لا تزال تستقبل هناك انزال دبلوماسي كبير لجزائر هذه الأيام من أجل حل حلة الوضع في ليبيا وفرض مقاربتها الدبلوماسية السلمية من أجل أن نأي بليبيا أن تصبح مستنقعا للدمار وللحل العسكري الذي لن يتأتى بأي حل على الأشقاء في ليبيا إذن مشاهدين الكرام هذه الزيارة تأتي تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الإيطالي الويجي دي ماريو إلى الجزائر والتي التقى فيها وزير الخارجية صبري بقدوم في الندوة الصحفية التي تبعناها صباحا اليوم والتي تحدث فيها عن تتابق الرؤى تجاه الملف الليبي ورغبة إيطاليا في حل ما يحدث في ليبيا وفي حال الملف الليبي بطريقة سلمية وكذلك تحدث وزير الخارجية الإيطالي عن تنسيق الجهود المشتركة من الناحية الاقتصادية بين الجزائر وإيطاليا كما تم استقبال وزير الخارجية الإيطالي من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إذن في هذه الصور مشاهدين الكرام يصل ضيف آخر على الجزائر ضيف آخر على الدبلوماسية الجزائرية وزير الخارجية المصري سامح شكري ليكون بذلك في ظرف أيام قليلة رابع الوافدين على وزارة الخارجية الجزائرية وعلى الرئيس عبد المجيد تبون طبعا هذه الزيارات تأتي في سياق مسعى الجزائر ودخولها بدون مقدمات وبقوة من أجل قول كلمتها في الملف الليبي وحل الأزمة الليبية الجزائر التي لن تكون بعيدة ولن تبعد عن الحل في ليبيا وستقول كلمتها بناء على العلاقة الوطيدة وحكم الجير بينها وبين ليبيا الجزائر سترافع لآخر لحظة من أجل إثبات وجهة نظرها ومقاربتها بحكم العلاقات التي تربطها بالأشقاء الليبيين المقاربة الجزائرية واضحة وغير مناقش فيها بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ورفض تدخل العسكري وهو ما نقله وزير الخارجية وكذا تحدث عنه الرئيس عبد المجيد تبون الذي رفض أي تدخل عسكري لحل الأزمة الليبية إذن نعود مشاهدين الكرام إلى موضوع حلقتنا والحديث عن الحوار الذي دعا إليه الوزير الأول جرادة الذي طلب من الحكومة فتح قنوات الحوار كنبعنا عبد الهاتف منذ قليل الشيخ الحج طهر بنوار وتحدث عن استقباله من طرف وزير التجارة